هو فيه يا جماعة منتخب الجزائر النهاردة ومنتخب مصر مبارح نتائج غريبة نتائج غير متوقعة كأس أمم إفريقيا للمفاجآت والنتائج الغير متوقعة منتخب الجزائر بعد ما كان التلات نقاط مضمونين وفي جيبه زي ما بيقوله وفي بطننا بطيخة صيفة النهاردة بيفرض فيهم بسهولة ومع العامل البدني اللي نهار جدا في الشط التاني أيضا بالأمس مصر النتيجة كانت 1-0 ومتقدمين في بداية المباراة سيناريو مشابه جدا جدا مباراة مصر ومزنبيك ومباراة الجزائر وأنجولا تعادل يعني بطعم الهزيمة لمنتخب الجزائر هرض لك لمنتخب الجزائر لأن بصراحة النهاردة البداية كانت حلوة الأجواء كانت حلوة التشكيلة كانت حلوة كان ناقص فقط أنك تخرج فايز بسلاس نقاط ولكن العامل البدني انهار جدا في الشط التاني والطريقة في الشط التاني اتغيرت واللعبة وقفت في الشط التاني ومنتخب أنجولا استغل الموقف وأحرز هدف التعادل السلام عليكم ورحمة الله أتمنى إخواتي اللي بيسمعوني دلوقتي حالا في الفيديو ده قول لي إيه اللي حصل النهاردة قول لي إيه السيناريو الغريب اللي حصل النهاردة في مباراة الجزائر منتخب الجزائر بدأ المباراة بأحسن طريقة ممكنة بدأ المباراة بأفضل طريقة ممكنة انك تحرز هدف في الدقيقة 19 كرة يوسف فيليلي اللي متعودين عليها اللي في عمق الدفاع اللي بتختارك الدفاع بسهولة جدا في ظهر المدافعين وبينطلق بغداد بنجاح كالسام بسم الله ما شاء الله وبيحطها من لمسة واحدة في المرمة 1-0 في الدقيقة 19 الليعبين بيرقصوا وبيفرحوا وشوفنا الأجواء ممتازة جدا الجماهير في المدرجات مستمتعة جماهير المتخب الجزائري اللي سافرت من الجزائر وتدعم منتخبها في كوتيفور بعدها بشوية كورة تانية من ناحية اليمين عطال بيلعبها لبغداد بنجاح بيوقفها على صدره وبيحطها هدف مقصية في منتقى الروعة والله يا جماعة الحرام حرام الهدف ده يتم إلغاؤه صحيح هو أوف سايت هو تسلل عفوا ولكن هدف من حلوته وهدف من جماله التوقيفة والحطة والباك ويرد واللفة 360 درجة من بغداد بنجاح بيفكرنا بأهداف جميلة جدا للمنتخب الجزائري في السابق بيفكرنا بأهداف يعني أكرباطية أهداف شكلها حلو بصراحة زعلت جدا على الهدف ده اللي تم إلغاؤه من حلاوة الهدف الكورة والتوقيفة من بغداد بنجاح والفينيش اللي عالطاير ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل بعد كده منتخب الجزائر شفناه بدأ وحدة وحدة ينهار بدنيا واحدة اللاعبين مش قادرين يتمشوا في أرضية الملعب أيضا الكوتش جمال بالماضي مع احترامي طبعا للتغييرات وعلى الفكر الفني اللي موجود جمال بالماضي مع كل الاحترام ليك كان لازم تغير بدري كان لازم تدخل عناصر جديدة كان لازم تدخل دماء جديدة نفس جديد في المباراة لأن النهاردة أنت متقدم في النتيجة واحد مقابل لشيء وبعدين بتستقبل هدف قاتل يعني بصراحة صعب جدا التعويض لأن منتخب أنجولا أكيد هيتكتل في الدفاع ويلعب على الهجمات المرتدة ويصعب الأمور تماما عليك وخاصة أنك في الشوت الأول كنت بتعتمد على جبهة يمنى سلاسية ومكونة من ثلاث لاعبين يوسف عطال وفارس شايبي ورياض محرز وجبهة يسارية سلاسية آية نوري وإسماعيل بن ناصر ويوسف فليلي نبيل بن طالب يعيني مسكين كان في وسط الملعب لوحده يعني ارتكب أخطاء كتير جدا عمل مشاكل في وسط الملعب نبيل بن طالب تسبب في ضرب الجزاء يعني بسزاجة للأسف لأنه ضرب رجل اللاعب كان ممكن يسيبه ما كانتش الكرة خطيرة ممكن ما كانش يعمل بها حاجة لاعب أنجولا ولكن تصرع فيها نبيل بن طالب وضرب رجل أو قدم اللاعب الأنجولي واحتسبت ضرب الجزاء طيب بالنسبة للحكم النهاردة كروض صفراء كتير جدا للعب المنتخب الجزائري هتأثر عليهم كتير في مباراة بوركينا فاسو لأنها يلعبوا مباراة بوركينا فاسو الساعة 3 عصرا في أجواء رطوبة حرارة أعتقد ند قوي منتخب بوركينا فاسو وبالتالي الكروض الصفراء اللي هتحصل عليها لعب منتخب الجزائر هتكون نقطة سلبية في مباراة بوركينا أيضا عودة عمورة هتكون نقطة إيجابية محمد الأمين عمورة اللي الأمال كلها بتتعلق عليه الآن إن يعود بمنتخب الجزائر لسكة الانتصارات وإن شاء الله التعادل ده يقدر يفوق منتخب الجزائر زي ما إن شاء الله يقدر يفوق منتخب مصر أمام موزنبيك لما تعادل منتخب مصر التعادل في أول مباراة أحسن بكتير من الخسارة وتقدر تخليك تراجح حساباتك وتشوف أخطائك فين وتعدلها في المباراة التانية مصر وغانا في الجولة التانية الجزائر وبركينا فاسو في الجولة التانية لازم منتخب تونس وموريتانيا يفوقوا ويركزوا وحزاري حزاري حزاري ويتعلموا من اللي حصل لمصر وجزائر موريتانيا تونس المغرب كل التوفيق اكتبوا رأيكم في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته